يعيش اقليم كردستان العراق في دائرة مأساة لم تنتهي منذ فترة ليست قليلة وخلال الساعات الماضية حوادث متفرقة ضربت العديد من المناطق في الاقليم الذي ينعم بالامن والاستقرار النسبي بشكل يميزه عن باقي مدن العراق كان اشدها انفجار منظومة الغاز في منزل بالسليمانية اشبه بكارثة انسانية اذ سقط على اثرها 15 قتيلة بالاضافة الى عدد من الجرحى فيما هز انفجار بسبب الغاز ايضا منطقة رزقاري مخلفا الاضرار المادية واصابات خفيفة تم معالجتها في مستشفى سوران كما شهدت السليمانية حريقا كبيرا في احد المباني التجارية في شارع الثلاثيني نتيجة تماس كهربائي اما اربيل عاصمة الاقليم فشهدت هي الاخرى حادثا مفجعا باستدام حافلة سياحية بفندق على الطريق الرئيسي لمصيف بخال مما اسفر عن سقوط خمسة قتلى ونحو عشرين مصابة هذه الحوادث تأتي بالتزامن مع ازمة سياسية قد تكون الاكبر منذ عقدين كونها عصفت بالاقليم حتى بات البعض يلوح بالانشطار الى ادارتين كما كان الحال خلال الحرب الاهلية التي اندلعت منتصف التسعينيات من القرن الماضي بين اليكتي والبارتي فيما يأتي كل ذلك في ظل قصف خارجي يستهدف مناطق الاقليم والقرى الحدودية بشكل مستمر من الجانبين التركي والايراني ليزيد الحرج والضغط على القيادات السياسية والزعامات في اربيل والسليمانية وهو ما جعل العديد من المراقبين يرون ان ذلك كله يدفع قادة الاقليم الى ان يشعر بمسؤولية اكبر تجنبا لما هو اشد وطأة على الاقليم وساكنيه ترجمة نانسي قنقر